إذن العالم له أثره على الأرض بوجود بن مسعود في الكوفة صار أهل الكوفة من أعلم الناس بالتفسير بعد أهل المدينة بسبب بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعلى هذا فقس فتجد أن أهل الكوفة أعلموا الناس بالتفسير بعد أهل مكة لأجل بن مسعود وهكذا الأرض التي فيها علماء لذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل في تعليم الناس فإنه إذا علم الناس انتشر العلم وتوارث الناس العلم وقد أوصى أسد بن موسى أسد بن فرات أن يكون له دروس وطلاب حتى ينشر العلم بعده وبمثل هذا أوصى العلامة عبدالرطيفة عبدالحام الحسن الآلوسي كما في الدرس السنية قال لي يكون لك دروس حتى يكون لك أصحاب يقوموا بالسنة بعدك ومما تمائزت بهذه البلد أصلا يعزها بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين أنها قامت على دعوة الإمام مجدد الشيخ لسان محمد رهاب وصار له دروس وله تلاميذ واستمر التعليم والعلم يتوارث بدعوتي رحمه الله تعالى وهكذا ينبغي لطالب العلم في كل بلد يكون له دروس وطلاب حتى يقوم بالعلم وينتشر العلم بين الناس فيتوارث الناس العلم والتعليم خير من التعليف من هذه الجهة والتعليف خير من جهة أخرى والموفق من جمع بين الأمرين لكن التعليم أولى وأولى لحاجة الناس الذي يعايشهم فلذا ينبغي أن يكون يطالب العلم دروس وطلاب يعلمهم العلم حتى ينشر العلم بين الناس وهكذا طلاب يكون لهم دروس إذا صار أهل مكة أعلم الناس بالتفسير لأجل ابن عباس وابن عباس كما سيذكر ابن تيمة كان له منزل في حيات ابن مسعود وسماه بترجمان القرآن قال وقد عاش بعد ذلك فصار أهل مكة أعلم الناس بالتفسير ثم بعدهم أهل الكوفة ثم أهل المدينة